هذا طبعا تعد إحدى الأولويات الكبيرة المتعلقة بالعلاقات السنائية بين العراق والكويت العلاقات مع الكويت مع إيران مع السعودية زملائنا الذين يعملون في الجانب المائي يقومون بالتركيز على مجالات معينة هي بالتحديد إدارة المياه العابرة للقارات وتطوير الأهوار المحافظ وأنا لدينا اهتمام مشترك تناقشنا بتصوير بشكل مصعب هذا الأمر يتعلق بالشباب والتعليم لأن التعليم والشباب مسألة تم إحمالها في السابق وخاصة إذا ما رأينا أنه 50% من تعداد سكانكم هو تحت سن 19 وهذه مسألة أعتقد أنها يجب أن تكون ضمن جدول الأعمال السياسي وأنا سأغلح وأركز عليها بأن شباب هذا البلاد يجب أن يتم رعايته يجب أن يحصل على تعليم جيد يجب أن يتم تحسين مستقدر وهذه أول زيارة لمبعوث الأمم المتحدة إلى البصرة أكيد هذه الزيارة سيكون لها تأثير سواء كان على البصرة أو على دول الجوار للبصرة تحدثنا في بعض المواضيع المهمة التي ذكرها السيد مبعوث الأمم المتحدة والتي تمثل إدارة المياه إعادة نعاش الأهوار وتحدثنا عن وضع التعليم والشباب في البصرة وكذلك تدخلنا بالحديث حول العلاقة مع الجارة الكويت وحول ميناء مبارك وذكر لي السيد مارتين كوبر بأنه بعد العيد إن شاء الله سيزود كويت ويتحدث مع الأخوة الكويتيين حول أحكام الفصل السابق وحول ميناء مبارك وكيف نقول العلاقة الاقتصادية بين العراق وبين الكويت حتى تكون هناك مصالح مشتركة للعراق وللكويت للعراق وإيران للعراق والسعودية للعراق وتركيا وهذا ما موجود في دول العالم المتطورة كلما كانت العلاقات طيبة كلما كانت العلاقات الاقتصادية عالية كلما خفت الأزمات السياسية